النهاردة هنكمل بقية الباب الاول عن مفاهيم الصحة النفسية وان شاء الله في الفيديو ده هنخلص الباب في الجزء الثاني اول حاجة بدأ عندنا وهو تعريف الشخصية الشخصية اللي هي برسونالتي تعريف كاسمات الجسمية والعقلية والاجتماعية التي تميز الشخص يعني كل انسان فينا عبارة عن مجموعة صفات مختلفة جسمية زي مثلا الطود الوزن عقلية زي مستوى الزكاء اجتماعية زي طبيعته هالوان طوائي او منفتح بيحب يتكلم مع الناس تمام جي اسم لنا الشخصية من حيث البنية بتاعتها الى بناء وظيفي وبناء الديناميكي البناء الوظيفي بتكون من كذا حاجة زي مكونات عقلية وانفعالية واجتماعية زي ما ذكرنا في التعريف مكونات عقلية زي مستوى الزكاء والقدرات العقلية المختلفة مثل الحفظ والتذكر دي طبعا بتختلف من واحد لتاني واحد ذاكير تؤدي النملة واحد ما شاء الله مكونات انفعالية زي الحب والكر في ناس مايفرقش معها اي حاجة ما بتتأثرش مع اي حاجة في ناس ابسط حاجة تفرحها وابسط حاجة تخليها زعلانة في الخوف والبهجة في الغضب فكل ده تحت عنوان المكونات الانفعالية تالت حاجة المكونات الاجتماعية يعني تنشئته في المجتمع بالاخص في الاسرة والمدرسة لان زي ما احنا عارفين ان الاسرة هي اساس التنشئة الاجتماعية للطفل وكذلك المدرسة الطفل بياخد معلومات جديدة وباكتسب مهارات بياخد قضوة حسنة من معلمي وصحابه المعافي المدرسة تاني حاجة واللي هي البناء الديناميكي يعني ايه كلمة ديناميكية اساسا البناء الديناميكي يعني هي القوة المحركة التي تحدد السلوك يعني هي الدافع اللي بيخلينا نقدي السلوك معين يعني ايه برضو تعال فهمك بيقولك البناء الديناميكي دوت بتقسم لحاجتين الشعور ولا شعور وما قبل الشعور الشعور يعني مثلا الواحد اتعرض لازمة نفسية فحاسس بالاعباط والحزن الشديد فده موقف حديث مؤثر معاه وفاكره بكل تفاصيله اللا شعور يعني مثلا لما انا جاي اقولك انت فاكر وانت كنت بتحدي فطبعا هتقول لي صباح الفل فهقولك ده اللا شعور اسف على المقاطعة بس قوعة تنسى ان فيه امتحاني الكتروني بيبقى في اول تعليقه في الوصف عبارة عن عشر اسئلة بتحلهم بيعرفك ناتيكتك والاسئلة الصح اللي انت حلتها والاسئلة الغلط بتبقى عبارة عن اسئلة اللي ورا كل باب واسئلة مهمة لشامل الدرس فلازم تحله وطبعا ما تنساش برضو تشترك في القناة عشان نستمر بسيبكوا تكمله الدرس واسف على المقاطعة وما قبل الشعور دوت الحاجة اللي انت بتوصل لها عن طريق الاحلام او عن طريق التفكير العميق يعني مثلا اقولك فاكر لما انا قابلتك في المكان الفلاني تقعد تفتكر فتحاول تتذكر الموقف ده بالفعل تفتكره بس بعد شوية فده اسمه ما قبل الشعور تاني حاجة عندنا الهو والانا والانا الاعلى ده مش كلام هيروغليفي بس هنفهمه مع بعض بإذن الله الهو دوت ده السلوك الخاطئ اللي بيقوم بالانسان يعني مثلا السرقة والسلوك ده طبعا بيخالف العادات وقيم عندنا الانا الاعلى الانا الاعلى ديت دي اللي بتلتزم بالمعايير بالعادات الدينية وتقاليد المجتمع السليمة الانا دوت ده الشخص اللي بيحاول يرضي ما بين الهو والانا الاعلى يعني مثلا ندي مثال بسيط شخص جعان فكان عايز يشتري حاجة فالهو بيقول له تعالى نسرق صاحب المحل مشو خد باله والانا الاعلى طبعا بيقول له السلوك ده حرام فهو علشان يرضي الهو والانا الاعلى يروح شاري الحاجة اللي هو نفته فيها فكده احنا شرحنا الحمد لله البناء الديناميكي الشخصية اللي هي الحاجات اللي بتأثر في اتخاذ الفرد لقراراته وسلوكه بيقول لك هنا ان الكابت بيلعب دورا هاما في بعاد الافكار المؤلمة او المزعجة وتحويلها من الشعور الى اللا شعور يعني مثلا واحد مر بضغوط نفسية قاسية جدا فيحاول ينسى الضغوط النفسية اللي مر بيها فكده بيحول الشعور الى اللا شعور فالناس طبعا بتهرب بطرق كتيرة فيه اللي بيهرب من الواقع ان هو ينام فيه اللي يهرب من الواقع ان هو يقعد وصفح النت 24 ساعة ما عمش اي حاجة مفيدة فالشخصية دي بتحول تبعد اي حاجة يفكرها بالموقف اللي حصل لها هندخل على حاجة بسيطة واللي هي تعريف الضمير او المقاومة هي ايه هي النازع الخلقي الذي يتحكم في سلوك الانسان يعني هي الفاصل اللي بتحكم في سلوك الشخص ليكون مقبولا من ناحية التعليم الدينية والمعايير الاجتماعية يعني هو السلوك السليم اللي الشخص بيقوم به عشان يلتزم بتعليمه الدينية وعداته تقاليد المجتمع السليمة اللي هو موجود فيها فده تعريف الضمير هنا في الكتاب ذكر نقطة تانية ان قد يحدث صراع بين الهوة والان الاعلى يعني الشخص يروح الى الهوة ان هو غير ملتزم بالمعايير خالص او انا الاعلى الملتزم والمضقق جدا لكل التفاصيل او بين الانا والهوة يعني الشخص يميل لعدم الالتزام باي معايير واي عدته تقاليد وبرضه ممكن يحصل صراع ما بين الانا والانا الاعلى يعني الشخص يكون ملتزم جدا لابعد الحدود بالقوانين والعداد فطبعا الشخص برضه لازم يوصل يبقى ما بين الهوة والانا الاعلى بعد كده هندخل على اخر نقطتين في الدرس واللي هي العوامل المؤسرة في تكوين الشخصية وهم عشر عوامل بالزبط اول حاجة العوامل الحيوية يعني العوامل اللي في جسم الانسان عوامل جسمية زي ايه زي خلينا في الكتاب ان نقص افراز الغدد الدرقية بيؤدي الى مرض اسمه القصاع دوت مرض عبارة عن قزامة بيبقى مصحوب بتأخر عقلي ده مرض اسمه القصاع يعني فهمنا ان اي اضطراب في الغدد مش لازم يكون الغدد الدرقية بيؤدي الى اضطراب في تكوين الشخصية من حيث الطول او الوزن او الشهية او حاجات مختلفة كتير تاني حاجة امراض الجهاز العصبي امراض واصابات الجهاز العصبي بتؤدي الى امراض عصبية وعقلية تاني حاجة عندنا العوامل الورصية زي ما احنا عارفين ان الاباء ليهم دور مهم في نقل الصفات الورصية الى الابناء مثلا زي الزكاء لون الشعر لون الجلد الطول وغيره وطبعا بتنتقل عن طريق الجينات تالت حاجة عندنا النطج والتعلم النطج يعني اكتمال العضو فمثلا عندنا في طفل عمره ما يستطيع التكلم غير لو نضج جهاز الكلام الخاص به يعني عمرنا ما شفنا طفل عنده 3 شهور بيقول لهم ياما يا ناجعان عشان لسه جهاز الكلام عنده لسه ما نضجش الكلام بسيط رابع حاجة عندنا الثقافة الثقافة اللي هو تفاعل الفرد مع المجتمع واكتساب الخبرات المتنوعة فدي هي الثقافة تقوم بتشكيل الشخصية من خلال التفاعل الاجتماعي خامس حاجة وليها دور مهم اللي هي الاسرة فطبعا الاسرة المتمتعة بالتماسك الاسري هنلاقي الطفل بتأثر بسلوك والده وبيبقى عنده صحة نفسية والعكس صحيح الاسرة اللي فيها خلافات بتخلق جوان مضطربا لدى الطفل سادس حاجة عندنا اللي هي دور كبير جدا في تكوين شخصية الطفل وهي المدرسة اش معنى المدرسة؟ لان في المدرسة الطفل بتفاعل مع المنهج الدراسي وبتعلم حاجات جديدة وحاجات لأول مرة ياخدها في حياته فبتتسع دائرته من المعلومات سابع حاجة عندنا وهي جماعة الرفاق يعني الاصحاب بس واكيد لازم يتأثر طبعا بالاجاب او بالسلم والاصدقاء ممكن يشجعوا بعض في النمو الاجتماعي انه يكتسب خبرات اجتماعية اكتر او في النمو العقلي يساعدوا بعض في فهم المنهج الدراسي ويكتسبوا معلومات جديدة او الجسماني مثلا يشجعوا بعض انهما يلعبوا رياضة او يروحوا الجم مثلا يعني النمو الجسمي بيتم عن طريق الانشطة والهوايات تامي الحاجة عندنا وهي وسائل الاعلام زي التلفزيون والافلام والكتب والاعلانات فمثلا لما يكون في حدث منتشر فهنلاقي كل وسائل الاعلام بتركز على الحدث ده عشان يوصلوا معلومة معينة ويخلق كل متوافق مع هذا الرأي تاسع حاجة عندنا اللي هي الدين والدين بنتعلم منه التعليم الدينية اللي بتدعو للسلوك السوي والضمير اللي هو الان الاعلى اخر حاجة عندنا اللي هو الدور الاجتماعي فعندنا الفرد لما بيكون بادواره المختلفة مثل الوظيفة تتأثر شخصيته بالوظيفة بتاعته ومع مرور الوقت بتكون شخصيته وكيفية تعامله مع المجتمع وحل المشاكل والتفكير وغيره اخر نقطة عندنا في الدرس ونقطة ظريفة ولزيزة جدا واللي هي انماط الشخصية عندنا ست انماط هنقولهم الاول بعد ان نشرح كل واحدة الصفات اللي فيها اول حاجة الشخصية الوسواسية القهرية اللي هي تاني حاجة الشخصية الهيسترية ثالث حاجة الشخصية الفصامية رابع حاجة عندنا الشخصية الهيزائية خامس حاجة شخصية الانبساطية يعني الاجتماعية اخر شخصية عندنا اللي هي الشخصية الانطوائية اول حاجة الشخصية الوسواسية القهرية من اسمها وسواس قهرية يعني مضقق جدا في جميع الاشياء عنده ياقص الضمير تمسك بالاخلاك ضقة في الموعيد طبعا انتو فهمتو وبرضو بيحب التسلط والعناد وعنده شك وبيحب اتبعد عن الناس مثال للشخصية دي ايه؟ عم احمد اللي في مكتب ادارة شؤون العاملين لما يلاقي حاجة بسيطة جدا مش معمولة في الورقة يقول اطلع لمدام سلوى في الدور العاشر واخد منها كذا وتعالى فهو ده شخصية وسواسية قهرية يعني مثلا شخص يكون متأكد ان هو قفل باب البيت بعد ما ينزل دور يقول افرد ما قفلتوش والحرامية تيجي مش هلاقي فلوس اأكل ولادة يروح طالع بعد ما نزل يروح يتأكد ان هو قفل الباب بعدين ينزل تاني تاني الشخصية عندنا الشخصية الهيستيرية اكتر حاجة متميزة في الشخصية ديه اللي هي لفة الانظار تلفت النظر بالطرق المختلفة ان هي يكون مختلفة عن غيرها من حيث اللبس ان كان ولد او بنت تشيرت احمر على بنطلون اخدر على شعر برتقاني وشخصية بتشبه الاطفال بان هي متقلبة المزاج وصطحية المشاعر وبرضو عندها صورة الخجل فاهم حاجة فيها ان هي تحب تلفت الانظار تالت حاجة عندنا الشخصية الفصامية ودي اهم حاجة فيها ان هي تحب تجنب الواقع وان هو يعيش في الخيال ويتهيئ حاجات ما حصلتش وبرضو ممكن هو قاعد يعمل حركات غير مألوفة او غريبة عن الناس وبيحب ان ينعزال عن الناس وينغلق على نفسه يا ابن ايه عاوز ايه سيبني مخموك بطر الخامة بقى لو رجل اطل لو رجل انت ادخل اه من عايزك معا انتش بتساعد يا عم ما مساعدش اه بس اجد عم بقى واحدة لك كذا فيه معلومة بسيطة مش مكتوبة في الكتاب الشخصية الفصامية دي زي نسخة اقل شوية من مرض الفصام مرض الفصام ده مرض عامل لنفسه عالم من الخيال هو فيه بس غير الواقع ما بيحبش يتعامل مع الناس ولا يخلي الناس تدخل في دايرته اللي هي عبارة عن كلها عن خيال اما الشخصية الفصامية فبيجيلها بعض النوبات من هذا المرض يعني يعني مش مستمر معها على طول عبارة عن نوبات وطبعا حاجات زي كده تبقى الاساس في الامراض ديه يعوامل ورصية يسوق تربية الاباء للابناء وهم في سنه صغير مثلا ما تدعومش حنية كافية او ما اهتموش بيهم وطبعا العلاج بيبقى عن طريقة معالج نفسي او عن طريقة الادوية الجزئية دي مش مكتوبة في الكتاب بس حبيتها وضحها الشخصية اللي بعد كده واللي هي الشخصية الهزائية بارانويد برسونالتي كلمة الهزائية هناك كتاب مش موضحها او المعنى الشخصية هو افضل ترجمة لها بالعربي الشخصية المرتبة البرانويد برسونالتي بتتميز بالشك الدائم ومشاعر العظمة والانانية والطغيان اللي هو التكبر يعني بتشك في الناس اللي حولها وعندها تكبر اخر شخصيتين عندنا وغدول عكس بعض الشخصية الانبساطية اللي هي الاجتماعية اكتروفرتد برسونالتي والشخصية الاجتماعية بتتأسم عندنا الاربع حاجات انبساطي تفكيري انبساطي وجداني انبساطي حسي انبساطي الهامي الانبساط التفكيري دوت بيحب يفيد غيره انه هو يفكر ويبتكر افكار جديدة ويهتم بالحقائق الانبساط الوجداني ده شخص تهل الاختلاط بالمجتمع وبالناس وبتوافق مع المجتمع اما الانبساط الحسي فده بيكون سريع الملل وبيحب التنوع دايما والتجديد في اي حاجة بيعملها الانبساطي الالهامي واخر حاجة دوت مندفع في قراراته ومغامر هما عايزين يتحفظوا بس هما سهرين عندنا قلنا انبساطي تفكيري انبساطي وجداني انبساطي حسي انبساطي الهامي اخر الشخصية عندنا ونختم بها درس النهاردة اللي هي الشخصية الانطوائية introverted personality بتتقسم لنفس التأسيم اللي قسمنا بها الشخصية الاجتماعية اللي هو تفكيري وجداني حسي الهامي التفكيري بيهتم بالافكار يعني يراجع نفسه كتير وخجول الوجداني احنا قلنا في الشخصية الاجتماعية انه هو سهل الاختلاط اما هنا في الشخصية الانطوائية في الانطوائي الوجداني بيقول انه هو قوي الانفعال يحب بكوة ويكره بكوة يعني يحب يكره يعني مفيش حاجة في النص برضو يعني هو يا كده يا كده ثالث حاجة الانطوائي الحسي ومن اسمها حسي يبقى بيتأمل في المحسوسات الطبيعية زي تلاقي قاعد يبص للسماء راكب مكروباس متان لحف قفله قدامه فده انبساطي حسي اخر حاجة عندنا الانبساطي الالهامي فده هو تشاف ان كل حاجة صادر كل سود في سود بيهتم ويشوف بس الجانب السلبي والاسود من حياته وبكده نكون خلصنا الباب الاول من مادة تمريض الصحة النفسية اتمنى يكون سهلت بعض الامور ونتقابل في فيديو جديد ودرس جديد وإلى اللقاء